الآن الشيعة أموم الشيعة في إيران وفي العراق وفي لبنان وفي كل مناطق عمليا متجاوزين هذا الفكر ومؤمنين بالنظام الديمقراطي الدستوري مملا من مئة سنة وأكثر حتى من عهد الصفوي عهد الصفوي قيام دولة ملكية يعني ملكي يعني خلص بعد ما يمنهم بانتظار الإمام المعصوم حتى يكمهم ثم بعد قبل مئة سنة صارت حركة دستورية في إيران والعراق والآن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على الديمقراطية والانتخابات الجمهورية للعراق قائمة على الدستور والانتخابات وكذلك كان في كل مكان الشيعة مشتركين في الحكم في لبنان وفي سوريا وفي أفغانستان وفي باكستان وفي كل دولة هم متواجدين بها ضمن النظام الديمقراطي يؤمنون بالنظام الديمقراطي اللي عامت المسلمين أيضا متجهين نحو هذا الاتجاه وحتى في تركيا أيضا شيعة موجودين في تركيا يؤمنون بالنظام الديمقراطي فبس باقي بعض المخلفات الفكرية عند بعض الناس أنه نظرية الإمامة شيء جيني وهذا يعني ميؤمن بالإمامة يصير ظال فاسق أو كذا منحرف ويروح للنار ولازم يوالي أهل البيت مخلفات تلك النظرية الخيالية اللي كانت بالتاريخ وصايرين إحنا الآن سنة وشيعة إذا شرتوا هذا الشيء من عندنا من المجتمع بعد ماكو شيء اسم الشيعة وسنة بسيكلتنا مسلمي والحمد لله نؤمن بالنظام الديمقراطي ما عندنا خلاف حقيقة بيناتنا أولا ما لا يوجد خلاف بين جماهير السنة والشيعة كلهم إن شاء الله مواطنون ويبحثون عن الحق والعد والمساواة النظرية الناس اللي يؤمنوا بيها هاي نظرية الإمامة هي نظرية وهمية ما لها في الشيء تطبيق خارجي الآن يعني الشيعة لا يتصارعون مع أخوانهم السنة حول الالتفاف حول إمام المعصوم معي من قبل الله الآن موجود لازم تسوي نظام ملكي إمامي مثلا لا ما عندنا قضية ثانية لا على مستوى السياسي الدستوري ولا على مستوى المصالح الاقتصادية والاجتماعية فإنني فقط أفكار باقية في مخلفات عند بعض الناس ومضخمة صارت كأنها هي عقيدة هي مو عقيدة العقيدة فقط في القرآن الكريم العقيدة تؤمن بالله تعالى تؤمن بالنبي محمد تؤمن بالنبي محمد تؤمن بالنبي الآخر هاي العقيدة مالتنا بعد ما عندنا عقيدة أخرى وعدنا تتفرع من النبوة طبعا الصلاة الصوم الحج الزكال كذا الأخلاق الأحكام الأخرى الموجودة شوفوا الدين الإسلامي يجي معنا بس النظريات الوهمية تفرقنا فإحنا إذا جينا شدنا هاي النظريات الوهمية اللي منتفية من زمان منقرضة وباعدة وميتة هاي النظريات بس إحنا باقي مخلفاتها في عقودنا تسمم الأجواء مالتنا وأي واحد يجي انتقد نظرية الإمامة كأنه كفار إذا قال فت كلام كأنه أصبح ظالمظل ومو بس هذه النظرية إذا تفريعاتها ولوازمها أيضا واحد تشكك فيها أو تكلم فيها أو حكى فيها أيضا يصبح ظالمظل يعني السيد محمد الحسين فضل الله رحمة الله عليه ما إجي نقط نظرية الإمامة ولكن قال يعني الأسمة كيف تكون الأسمة يعني إلزامية إجبارية أو حالة مرتفعة شوية حاول يعني يتكلم في موضوع الأسمة وإنما تكلم في موضوع مثلا للنظرية الإمامة من صارت ولدت الكراهية والحقد والعداوة بيناتنا أنه الله أوصى النبي أوصى إلى الإمامة علي بالخلافة والحكم والإمامة طيب ليش الصحابة ما سمعوا كلام النبي لأنهم كانوا منافقين ارتدوا طيب ليش الإمام علي بايع أو بكر وأمار مجبور كان أجبر على باعته كيف أجبر؟ يهجموه على الدار وأرادوا إحراق دارها وكسروا الظلة الزهراء وأسقطوا جنينها وأصد نبك ونلطم ونلعن ونبك ونلطم ونلعن هاي من لوازم النظريات المتتاليات طيب وين وصلنا بعدين؟ صلنا زرعنا العداوة بيننا وبين الناس الآخرين والناس يقومون يكرهونا ويعادونا ويشحنون أبنائهم ضدنا يجون لك ذول التكفيريين والتفجيرين يفجرون أنفسهم قربة الله تعالى بين ذول الكفار يسمون الشيعة الكفار ذولا ليش؟ لأنه نحن نسيب الصحابة نسيب الصحابة ويضخمون هذه المسألة أيضا المسألة الإمام العلي كفره وما كفرهم الخوارج كفرهم الإمام العلي بس هو ما كفرهم ولكن هؤلاء يضخمون هذه المسألة ويستخدمون في الحروب الدولة العثمانية استخدمت سب الصحابة اللي كانت في أيام الدولة الصفوية لتعبئة الجيش ومحاربة الدولة العثمانية وبعدين إجوا المتطرفين السنة اقتحموا عاصمة الدولة الصفوية وقضوا عليها وإجا نادر شاه حاول يشيل السب واللعن قالوا شوية عقله شوية عقله صوى مؤتمر بالنجف في منتصف القرن الثامن عشر وحاول يشيل السب من الشيعة يعني الآن موقف الرسمي لعلماء الشيعة وقادة الشيعة هو رفض السب ورفض اللعن ورفض أي إساعة للصحابة ولا أمهات المؤمنين ولا غيرهم ولكن ما يمكن بسهولة تشيل السب من الشيعة أو اللعن ليش؟ لأنه ما دامت نظرية الإمام الموجودة في الأقول والأذهان أنه الله نصب الإمام علي خليفة على المسلمين وجماعة أخذوا وغتصبوا الخلافة من عنده وصووا وكذا كذا وهجبوا على البيتة وجروا وسحبوا وقتلوا زوجته هذه تبقى عقدة هذه الأقدة نحن نشيلها العقدة كيف مبنية؟ العقدة هي نظرية الإمامة التي قال بها بعض الشيعة في القرن الثاني والقرن الثالث وصلت لقرن الثالث انتهت إمام الحسن العسكري توفق قال ما عندي أولاد في مالة في مالة ليش استمرنا إحنا هذه الأقدة مستمرة حتى اليوم بعد 1400 سنة لأنه صارت عقيدة أدنى هذه العقيدة مبنية على القرآن لو على التأويلات تعسفية وأحاديث موضوعة ووهمية وثبتة بالتاريخ خسب التجربة هذه النظرية مستحيلة ولا يمكن تطبيقها وغير موجودة وغير صحيحة التاريخ خذبت عدم صحتها انقطعت 1200 سنة ما عدنا إمامة الآن بس معلقة بفد واحد غايب هذا الغايب لأ صارت اثنى عشرية فإنه كل ناس يعتقدون لو شئنا هذا الغايب بعد ما يوجد شيء اسمه إمامة إمامة إلهية وكذا نصير ناس عاديين طبيعيين نؤمن بالشورى أو بالديمقراطية كما هو إحنا فعلا الآن صائرين بس الأقد والمخلفات هاي قاعد أثير العداوة والبغضاء وتميز الناس عن ناس وتخلي عنف وطائفية وتكفير وكذا وتفسيق وتضليل كل هالانحدار الأخلاقي والانحدار الاجتماعي والسياسي هذا اللي دي ولدنا المشاكل فإحنا نحاول أن نشيل نحل هالعقد نشيل هالمشاكل من بين المسلمين حتى نتحد إن شاء الله حتى نبني نظاما ديمقراطيا قويا وسليما وموحدا ويعمل السلام بيناتنا تعمل المحبة والمودة ما يصير واحد بعد يكره الآخر لا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما كتسبت منظر نأخذ السبحة ونلعن هذا ونسبداك وزيارة عاشورا وزيارة مدرشنو وإلعان وقراها كم مرة وإلعان فلان وفلان خلنا نبطل من السوالف هذه خلنا شوية نتوجه إلى بناء بلادنا بناء اقتصادنا ننشر العلم ننشر العدل نقضي على الجوع نقضي على الفقر هذه مهمات اللي يجب أن نعمل لها ما نظل نفكر بالتاريخ ونظريات وهمية خرافية أسطورية ونظل نتعارك عليها لآخر يوم القيامة